فإذا الإنجيل فيه شخصية بتظهر وكانت مرفوضة كتير من يسوع هالشخصية يلي كانت مرفوضة كتير من يسوع مش لأنه يسوع كان في عنده لوم عليهم يعني بس هالأشخاص هاودي يلي نحنا سميناه الفرسيين يلي انتو سميتوهم كمان الفرسيين كان في عندهم شغلة والشغلة هادي كانت الداهئ يسوع كتير أول شي الشخصيات يلي سميتوها هي شخصيات صحيحة يعني يهوزة لما منحكي عنه أكيد رح نحكي عنه بسيء حديثنا وإن كان الفرسيين وإن كان توم الرسول فإذا رح بلج أنا بالفكرة الفكرة الأساسية فكرة الملك يلي كانوا اليهود منتظرينه هو ملك هو ملك بكلمة معنى الملوكية من ما بتحمل من معاني يعني نحنا منتظرين ملك مثل الملك شاول نحنا منتظرين ملك مثل الملك داول نحنا منتظرين ملك يقدر أنه يخلصنا من الحكم الروماني يلي نحنا عايشين فيه فإذا الناس عايشين بحالة عبودية ناس عايشين بحكم فوق هالناس هاودي منتظرين يجي ملك هالملك هيدا يكون من سلالة داول وهالملك هيدا يقدر أنه يخلصهم من الحكم يلي نحنا عايشين فيه يلي كانوا هني عايشين فيه لكن كيف عم بتأثر لأنه كمان نحنا الشي زيته نحنا في هالثورة يلي عم يعملوها الشباب ويلي عم يتبهدلوا مرات كتير لأنه هني رفضين الحكم يلي مسيطر عليهم يلي وضعهم بيحبس بغصبا عنهم وعم بيقلهم أنه نحنا الحكامة عليهم نحنا منمدد لحالنا وقت اللي بدنا نحنا منشين نحنا منحط منخلي البلد بدون رئيس منخلي البلد ستة شهر سبعة شهر بدون رئيس نحنا وقت اللي بيطلع على بالنا من ناقي رئيس نحنا وقت اللي بيطلع على بالنا نعمل كذا نحنا وقت اللي بيطلع على بالنا فإذن نحنا بحالة حكم حكم مسيطر علينا وهالشباب هؤدي عم بحاولوا أنهم أنهم ينطفتوا عم بحاولوا أنهم يصوروا ومثل ما كان عم بيبين عند اليهود بعض الشخصيات يلي مثلا بر أبا بر أبا بار أبا شو يعني بار أبا؟ بار أبا يعني ابن الأب ابن الأب ويسوع المسيح كمان هو ابن الأب وإذا نحن منجي منعمل المقارنة بين بار أبا وبين المسيح كان فيه اختيار كان فيه اختيار نحن مين بدكم بدكم بار أبا ابن الأب أو ابن الأب بس أي ابن الآب ابن الآب الأرضي البشرية يلي كان عم بفكر تفكير بشري يلي بيمثل الفريسيين بهيك الوقت ويلي بيمثل كل الأشخاص يلي كانت نظرتهم للثورة هي ثورة بالسلاح هي ثورة بالقتل هي ثورة بالتحدي وكانت النظرة الثانية هي نظرة يسوع ابن الآب الحقيقي يلي نظرته كانت نظرة إلهية يلي نظرته كانت نظرة مش متل ما الناس بتفكر منشوف مخطط الله الخلاصي كله مش متل ما الناس بتفكر إنه مرة خطيارة بتحبله بتجيب ولد عذراء بتحبله بتجيب ولد وبتبقى عذراء ما قبل الولادة وخلال الولادة وبعد الولادة كلهم هالشغلات هذي مخطط الله الخلاصي فيه شغلات بتفوق عقل الإنسان بتفوق تفكير الإنسان بشان هيك مرات كتير هالإنسان هيدا ما بيقدر انه يستوعب تدبير الله وفكرة الله هالفرسيين يلي هن إذا بدكن كانوا الأشخاص يلي بالوجه الفرسيين والصدقيين والكتبة هن الأشخاص يلي كانوا يقروا التوراة وكان تفسير للتوراة هو تفسير بشري بيشوفوا التوراة هايكي وكانوا هن بحالة انتظار للملكة اللي بدو يجي من سلالة داود وبيتفاجأوا بشخصية اسمها شخصية يسوع المسيح هالزلمة يلي كان مادة دسمة للحكة كان مادة دسمة حتى يحكوا علايه يحكوا علايه بالأفا ما كانوا يسترجوا انه يواجهوا ليسوع مواجهتهم ليسوع المسيح كانت على طول يا معلم كانوا يجوا لعنده على طول ويقولوله يا معلم ونعرف الفرسيين لما جابوا المرزاني قالوله يا معلم شريعة موزة هايكي بتقولوا انت شو بتقول فهالكلمة يا معلم هي كلمة كتير كبيرة بس بنفس الوقت هي كلمة كانوا عم بيحاولوا فيها انه انه يتقربوا من يسوع المسيح وفيها بس بداخلهم كان مليان مليان كذب ونفاء بشان هايكي يسوع بيقولون انتو مثل القبور المكلسة هيدا اكبر دلالة عم بيقولون انه انتو بالوج مراية وبالأفا غزلان بانتو بالوج مراية وبالأفا ما عم تظهروا الشية اللي انتو عم بتعيشوا التقية اذا بدكن عم بتعيشوا التقية يعني انتو ما عم تظهروا الشية اللي موجود بقلبكن والشية اللي موجود بداخلكون والشية اللي انتو عم بتحسوه انتو عم بتكذبوا بمعنى تاني عم بتقولولي معلم بس انا بالنسبة لقلكم مني معلم عم بتقولولي معلم بس انا بالنسبة لقلكم بعل زبول بعل زبول رئيس الشياطين هايكي كانوا يقولوا عن يسوع المسيح لما المسيح بيقول لهم كل المملكة بتنقسم على ذاتها بتخرب صدقوني كرمال الأعمال يلي أنا عملتها مش كرمال الكلام يلي أنا عملته فإذا على طول ويسوع المسيح يحكي على طول يوقف بوجه الكذب يوقف بوجه الشخصيات هاودي صحيح أنه أعطاهن 8 لعنات 8 لعنات ألويلوا لكم أيها المراؤون يا كذبين كلمة آسئة إلى يسوع ألويلوا لكم أنتوا يلي بتتصدروا كأنه عم يحكينا اليوم ألويلوا لكم أنتوا يلي بتجوا بتحملوا الناس أحمال ثقيلة وإنتوا ما بتمسكوا بأحدى أصابعكم ألويلوا لكم أنتوا الأشخاص يلي بيزبطو لكم الولايم وبيزبطو لكم أهم الكراسي حتى تقعدوا عليها وإنتوا جايين بس حتى تنتقدوا وهودي شغلاتنا وهودي شغلات يسوع يعني عم بيوصلهم لإلنا يعني نحن مثلا بأي اجتماع بأي اجتماع بيكون منشوف أنه في كلاس A وكلاس B وهودي الناس هنا الأهم حتى بالكنيسة حتى بالكنيسة مرت كتير ما بفهم أنه هيدا بيت الله بيت الله ما بفهم أنا أنه صار في كلاس A وكلاس B أنه شخص يعني ما بيجي على الكنيسة لما بدو يجي على الكنيسة بدنا نعمل له طني ورنة بدنا نعمل له طني ورنة وبدنا نقل له حلو سهلة فيك وإنت العظيم وهو هي اللي بيجي على الكنيسة كأنك عم بتجر وجر عم بتجر وجر وبيقعد بيقعد بقلب الكنيسة وكل شباب يشوفوا صحاب السالولار أنه خاصة وقت الوعزة أنه أوف أنه ما هلكنا هذا الأبونا هو عم يحكي أنه هو أعظم هو أكبر أنه منوه منوه فلان اللي واقف عم يوعز أنا أنا القصة كلها ولما بيطلع لما بيطلع لبر ما بيكون عيش به شي بقي بالكنيسة أنه لازم يبقى بالكنيسة هاي دي ما بيحكي أنا عن قصة الجماعة يلي بيجو بيجو بيقعدوا خمس دقايق بيقعدوا هايك على البانك تبعولهم من بعد ما يكونوا عملين لهم انطني ورني وشيحتين الناس يلي بيقعدوا بأول بنك بيقعدوا بأول بنك بيصيروا وهو ده اللي بيصيروا يبشبشوا مع بعضهم ويحكم مع بعضهم يحكم مع بعضهم بالوقت يلي الإدّاس عم بيكون وبالوقت يلي الخوري عم يوعظ أو المطران عم يوعظ يشوفون إنه هني جماعة البشبشة هنا جماعة الحكي هنا جماعة ما باعلم شو بيحلالون شو بيحلالون يعني بالوقت اللي خي ما بدك تيجي على الكنيسة ما تيجي على الكنيسة ما تيجي على الكنيسة ة حتى تحل photons الشرق الأوسط وتكون إنت بيقعدتك مدري شو عم بتقول فأزم ما تجي على الكنيسة أفضل لأنه أنت بماجيتك على الكنيسة زعجت أول شي زعجت الله لأنه مش هايدة هي الماجية يلي بتيجي فيها عند الله أنت مزعج شخص مزعج عم بتفوت على مكان هو من المفروض أن يكون لقلك بس عم تزعج عم تزعج أصلا الناس يلي كل يوم بيقعدوا بأول بنك بأول بنك جاي أنت وتقول له نزيحوا أنا بدي أعود محالكم مش هاكي المسيح بيقول الأولون آخرين والآخرين أولون فإذا هاو دي الجماعة هني بيسبقوك على الملكوت أنت بملكوت الأرض أنت قاعد ومفتكر أنه هيدا هو مفتكر أنه هيدا هو الشي يلي بدك تاخده معك هالعز هالجبروت هالسيطرة ما بيعشبك شي بتجي بس ممالقة بتجي بس ممالقة وبتحمل حالك وبتحمل حالك وبتفل وبتخلي الناس تلقلق عليك هوني بنشوف العفص يعني هو بيطلع بلقلق علي الناس والناس بتطلع بطلقلق علي الناس بتحكي عليك بتجي بتسلم عليك حبيبي 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 ساعدت النايب حبيبي حضرة الوزير أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك بيبرو مدهر ومشوف عم يحكوا علي وهو بالطريقة والذاته انه بيجي عم تاي بيجي بجي عزي Wohn وجاي بيجي عزي وبتحسونه ماFilم الشهر بس انه لأنه في أصوات انه لأنه في أصوات جاي بلوة العزة انه جاي pine في شي عم يدفعون مش محبة فيكن ولا محبة بالشخص ياللي يالي ميت جاي محبة بالأصوات يلي بيمثلها الشتغس يلي بيميت فإذن القصة كلها هي قيمة على الكذبة كذبة من نحيتنا نحن الناس يلي منسلم علي وما منطيقه وكذبة علي هو يلي جاي عم بيمثل علينا إن كان عم بيمثل على الله بدخلته على الكنيسة ومش طايق يفوت على الكنيسة لأنه هو أكبر من الكنيسة وأهم من الكنيسة بزيحكوا من محالكم وبيقعد محالكم ومن نحية تاني هالكذبة يلي بيجي بيكذب عليكم انه هو بتفرد دمعة من عينه انه هو متأثر كتير على الشخصية اللي ميتة بس بالنهاية ما آخر هم بالنسبة لإله في ما وراء المرحوم في الأشخاص يلي بدون يصوتوا له والله مش هين مش هين فلان فلان جلعان اوو مش هين شو المش هين يعني ما عم بفهم أنا شو المش هين ما عم بفهم أنا شو المش هين حتى بقلب الكنيسة منشوف الطفنيس على بعضنا انه حتى أنا بوعظ دي أنا خوري بدي يوقف بدي يقول له أهلا وسهلا فيك خي أنا عم كذب علاه أنا عم كذب علاه أنا عم بدي أطلع بدي أحكي علاه وهو الشي ذاته يعني في قصة ممالقة ممالقة حفلي تحفلك فرشيلي تفرشيلك بقلب الكنيسة اللي هو المكان من المفروض ان يكون هو مكان صلاة فهيدا الشي اللي كان عند الفريسيين هيدا هو الشي اللي كان عند الفريسيين ومنشوف انه يسوع رفضوا ونحن عم نرجع نوقع فيه ونحن عم نرجع نعيشه الواي اللي لقلنا نحن اذا عم نعمل هيدا الشي الواي اللي لقلنا مثل ما عم بيقول يسوع المسيح لالفريسيين انتوا القبور المكلسة انتوا الأشخاص يلي بوجينوا بالسنين بوجين وبالسنين قدامي أنا ما في مثلي وببرم ظهري بتحكوا علي فإذاً هاودي جماعة الصف الأول بالإجمال هيدا الشي موجود عندهم هيدا الشي موجود عندهم ليش لأنه لما بيطلعوا كل وسائل الإعلام بتطب عليهم شايفيه شي وسيلة إعلامية بتحكي مع شي مرة ختيارة كانت عم تحضر مسرحية أبدا ما بتهمة رأي المرة الختيارة بصيروا يتطلعوا منوه منوه الشخصية منوه الشخصية منوه الإنسان يلي كان قاعد أول صف يلي ما قاعدينه أول صف شو رأيت بالمسرحية الفلانية أنا بحنيكن على المشهود الحلو يلي أنتو عاملينه بالمسرحية يعني بيبين من الكلام يلي عم بيقولوا مش عارف شو بدي يقول منحس الكذب منحس الكذب وبيطلع لبرة وشو هالمسرحية هالي يزال مقعدونا ساعتين بيكونوا عزمينه ومقاعدينه أول صف وقالله واسم الله ومتشتشينه وكل شي وبيطلع بيحكي عليهم بيطلع بيحكي عليهم هاودي جماعة الصف الأول يلي هني جماعة الفرسيين يلي يسوع المسيح عم يحكي عنهم فإذا هاودي الفرسيين كانوا يجول عند يسوع المسيح حبيبي وعيني ويسوع ويا معلم ويا أستاذ ويا خواجة ويا عظيم أنت شو رأيك؟ شريعة موسى بتقول أنه المرأة يلي كما شوها بحالة زنة يلي كما شوها بحالة زنة هادي من المفروض أنه تنرجم فأنت يا معلم يا معلم انت شو بتقول؟ يا أستاذ انت أستاذنا أستاذنا كلنا انت شو بتقول؟ شوفوا يسوع قلب المأييس كلنا سوا شربكم ببعضهم البعض ضيعهم من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحاجة بتصور أنا هيكي صورة صورة مسرحية قدامي يعني أنا إذا بدي أعمل هالمشهد هايدا مسرحي أنه يسوع مرأة وتطلع بعيونهم كلهم سوا مرأة بعيونهم كلهم سوا ولما نقال من بعد ما تطلع بعيونهم كلهم سوا وإدر أنه يقرأ نفسية كل واحد منهم برم ظهروا لقلهم أنه مش مكترس للكلام يلي عم بيقولوه قالوا من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر قديش حلوة هالكلمة وقديش علمتهم وقديش ربتهم للفرسيين بهالشي يلي عملو الشيزة يلي منشوفه نحن بالفرسيين منشوفه بيهوزة يهوزة الشخصية يلي هي شخصية دخلت مع يسوع المسيح دخولها مع يسوع المسيح كرمي الغاية الغاية تبعيته كانت المصاري من البداية للنهاية ليش لأنه كان مسؤول عن الصندوق كان مسؤول عن الصندوق وكان يقبض وكان يدفع وهذا الشي منشوفه خاصة بإنجيل يوحنة أنه لما إجت المرأة وركعت قدام يسوع المسيح وسكبت الطيب على إجرائهم ومسحتهم برأسه زعل زعل يهوزة قدام يسوع المسيح كان مبسوط بس بينه وبين أصحابه بالشيء قال يسوع ولون Sultan هود المساري هود المساري الطيبة التي سكبتو على إجرائ تعليم يسوع ما هولي حقه المساري طيب طب الفؤراء الفؤراء ما بيستاهلوا أكتر واجعوا قلبه على الفؤراء واجعوا قلبه على الفؤراء أنه ما الفؤراء ما في ناس فؤراء أنه إحنا منجي بنسكو بطيب على إجرائن لمعلم ما في ناس فؤراء عطوني هالمصاري حتى نعطيهن الفؤر يا بيسو حالا كأنه عن بؤر الوضع يلي نحن موجودين فيه ولو ما في عنا نحنا في عنا أشخاص أشخاص مهترة في عنا فؤراء في عنا فؤراء في عنا مهجرين جايين من سوريا جايين من العراق جايين ما بعد عطونا مساري عطونا مساري ما هو دي الناس حرام طب نحنا كيف بدنا بدنا نعيشهم لهالناس كيف نحنا بدنا نعيشهم في ناس فؤراء طلعوا وروحوا على الكارانتين أشوفوا قداش في ناس فؤراء موجودين مسيحيين غير مسيحيين لبنانيين ما عم تطلعوا فيهم اطلعوا بمناطق بالجنوب اطلعوا بطرابل كمان هاو دي جماعة فؤراء بس هاو دي كانوا على مثاله لا يهوز ما في عنا ناس فؤراء انو نحنا قاعدين عم نتبردخ بالوقت يلي في ناس فؤراء طيب البردخة وين البردخة من مين طلعت مشان هيك يسوع المسيح لما بيحكي عن الغني بيحكي عن الغني بيقول أصعب على الجمل يمرق بخرم الإبري من انه انسان غني يوصل لملكوت الله هاون المسيح مش عم بدق بكل الأغنية عم بدق بالنفسية المجوية اللي موجودة عند بعض الأغنية بوقته عند الأشخاص يلي كانوا عم يمتلوا من التخمة يا نفسي كولي وتنعمي لكي خيرات لسنينة كثيرة بيذكرني بالشعر يلي كنا نحنا نقوله لما كنا صغار موطني موطني وما بعرف شو يا نفسي كولي وتنعمي لكي خيرات لسنينة قاعد عم يتغزى بحاله قاعد عم يشبع من ريحة من ريحة الأمح يلي كان عم يحطه بالأهراء عنده وقاعد منتفخ من ذاته حد منه في ناس فقرة حد منه في ناس معطرة حد منه في ناس كانوا عم يقطفوه لأمحات كانوا عم يقطفوه لأمحات وهالأشخاص ما عطاهن انه يبلوا ريئون هو دلويل لأله ونحنا مرات كتير منكون الشي زاته فنحنا لما منقول في ناس فقرة صحيح في ناس فقرة بس أنا شو عم بعمل معه لهالإنسان الفقير قديش في مصاري بتجي للفقرة وهالمصاري هايدي بتروح قديش في ناس بيأمنوني على مصاري للفقرة وهالمصاري هايدي بتروح قديش في أشخاص منلم عليهم مصاري ولما منلم عليهم مصاري بيأخلوا من الجمل إدنه ويا نفسي كلي وتنعمي فلكي خيرات سنينة كثيرة يا هوزة كان من هالنوع من الناس يلي كان يحلمس للمعلم يا معلم ما هوزة حرام عامل هايدي الشغلة مشوف برم وبلش يلق على إلال مقر كل شي كان عم يعملوا بس كرمال المصاري وماريو حنة بيقولها كل شي كان عم يعملوا كان عم يعملوا بس كرمال المصاري ليش لأنه كان هو على الصندوق وفهم كون كفاية أدايش فيه ناس عنا على الصندوق بالواجهة أدايش فيه الصندوق ما فيه مشروع بيمروا إلا ما بدون يتكوا بالصندوق إلا ما بدون يحطوا بالصندوق بتحط بالصندوق بيمشي ما بتحط بالصندوق ما بيمشي فإذا هيدا هو الصندوق صندوق يهوزة وإذا منيجي منقرأ ومنشوف أنه يهوزة لما نسلم لمعلم نشو سلم سلموا كرميل المصاري هالشي اللي كان عم يرعاه عم يرعانه جسمه كل الوقت المصاري 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 ملاش منعامل نحن بالمصاري هاي بس عم تشوفوني انتو على الراديو بس على التلوزيون عم تشوفوني في شي عم يرعانا ايدنا عم ترعانا ايدي عم ترعاني يا ابونا ايدي عم ترعاني فأزن هدي قصة المصاري المصاري يلي كانت عم تحكي له جسمه كله لا يهوزة يلي خليته ان البيع لمعلم مشان هيك المسيح لما بيحكي عن المصاري بيقول هو المصاري ربين الله والمال تبهوا يا جماعة الله والمال وهلأ لما بدنا نفوت يعني قرية دي فتنة بس لما بدنا نحكي عن حياتنا بدنا نشوف انو القصة كلها ساوى هي قصة الله والمال هي قصة الله والمال غير هيكي ما في ناس بها الدنيا اجناس في منها بحالة بتعتس ناس بترفعها على الرص هي بتعطي ما ملعز ناس بها الدنيا اجناس هي منها بحالة بتعتس ناس ترفعها على الرص هي بتعطي ما قبل عز كون كتير بعين الرب ليه ببارك قيامات من انجيله تعلم حب وبيحقق احلامك ناس اللي بتشوف بحالة ع التكبر تربو وناس الوفار اسمالة تعطي ما قبل عز كون كتير بعين الرب ليه ببارك قيامات من انجيله تعلم حب وبيحقق احلامك اذا هالشخصية هايدي شخصية الانسان يلي هو بالوجه مرايه كمان اذا بنحكي عن تومة كمان بنشوف انه تومة يعني هالزلمة يلي عيش مع يسوع هالزلمة يلي عيش مع يسوع واختبر اختبر يسوع المسيح واختبر الاعجيب طبع يسوع المسيح بالقيامة اجوا رفايته وقالوله المسيح قام من بين الاموات قالون انا مبسط انا مبسط هو اللي عيش هالثلاث سنين يلي قضاه مع يسوع المسيح وشاف الاعجيب الكتير يلي عمله يسوع المسيح هو الانسان يلي بلش يحكي على يسوع المسيح وهوني كمان انا اذا بدأت خيلوا اذا بدأت خيلوا لتومة بحسوا هالانسان يلي يلي رايح مثلا خاصة اللي من اجل عنده مربوط رو سألو انا رحت وانا شاهد ويحنى كمان انا رحت وانا شاهد منشوف انه ما كان ما كان راضي كمان من الشتغلية اللي منشوفها بالهلأ اجت على راسي ما كانت حططها كمان عند التلميذ تشوفوا انه هالنفسية اللي كانت موجودة حتى عند التلميذ يسوع المسيح لمن اجل يحنى لمن اجل يحنى وخيه ابناء الرعد لما اجل عند يسوع في منهم بقولوا انه بعثوا امون في منهم بقولوا انه هنى اجوا لعندي يسوع المسيح قالوا له يا معلم طيب في مجال بكرة بملكوتك السماوي تحطنا نحن واحد عن يمينك وواحد عن شمالك قالوا مستعدين انه تحملوا الصليب يلي انا بحملوا وتشربوا الكاس يلي انا بشربوا اه يا معلم نحن وراك ونحن حدك ونحن معك قالوا ان الكاس بتشربوه بس قصة قعدتكن عن يميني وعن شمالي هي للأشخاص يلي معدى لقلهم شو بكفل إنجيل وبيقول صار فيه بلبلي بين الرسل صار فيه لقلق ايه لا خلق شو عمبي هقوموا فتكرين حمدري مما فتكرين حالهم كيف هودي بيجوا بيحكوا به هالطريقة بلشوا يحكوا عليهم للرسل يحكوا عليهم ليحنى ولخيه ولأبناء الرعد صاروا يحكوا عليهم بينهم وبين بعضهم هيده هي اللقلقة ايه تشوفوا أنه اللقلقة هي الشغلية اللي موجودة من بداية البشرية من بداية البشرية وبعدها موجودة لعنها والسبب الأساسي شو هو السبب الأساسي هو الغيري الغيري الانا الانا ليش هو مش انا ليش هني بدون يجوا يحكوا ليسوع المسيح وبدون يقولوله واحد عن يمينك واحد عن شمال طب ما نحن كمان قد تركنا كل شيء وتفعناه ما عساه أن يكون مصيرنا ليش أنتوا بتكونوا تكونوا على اليمين وأنتوا على الشمال ونحن لأ تصوروا مثلا هو واحد شخصية جايين أنتوا عم تتصوروا أنتوا واية بتشوفوا واحد بيرقد على يمين وواحد بيرقد على شماله لأ أنا بديقوا اضعيهم لا أنا بديقوا اضع أنا بديقوا اوقف حد منه أنا بديقوا بتختلفوا من بعضكم الشي ذاته يلي كان موجود ليش الغيري الغيري يلي موجودة عند الإنسان بش شغلات الصغيرة وبيكبر الإنسان وبتكبر معه الغيري بتكبر معه الغيري لايش هو مش انا لايش هو عندو هالسيارة و انا ما عندي هالسيارة منين جابه لهالسياره منين دفع المسري اوه مبروك اوه كتير حلوية ؟ identific 생각이 okay اوه كتير حلوية الف 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 مبروك خمسين الف رという الف 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 مبروك ce mexo معقول كيه مش ماقول كتاب له طاب عولة يينك uh التابولة كتير حلوية الله يوفّك الله الله يحميك زوارت على الحريسة زوارت على أنه وبيبرون دهاء منها نجيب ونهو هذه المساري ماننا نجيب ونهو هذه المساري تصدق أنت أنه معه هو هذه المساري لا أنا أعرف منها نجيب ونهو هذه المساري وبربر بربر ولأ 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 هيدا مسلا صغير من شغلات كثيرة نحن منعيشة ونحن منحلم نحن منشوفها بحياتنا اليومية ونتبهوها مش بس انتم وما نحن الخوار بني شي زه اتو نحن الخوار بني شي وند المطمئين شي GO salud وند الكرادلي شي nuevo وبعت فتكرو انو نحن بعاد عنكن انونامننا ناس نحن ناس بتلنا متلكون ولبالاكثر مراتكتيري مرر عندي الراهباتي شي该 zit عند الناس موجوده يا عمي الحسد موجود لشوفو بديكون رئيس مش أنا رئيس لشوفو بديكون متران مش أنا متران طب ما أنا في عندي الأهليّيّّّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّ الغيرة الغيرة هي اللي بتسيطر علينا من غار من جارنا إذا جيب سيارة من غار من جارتنا إذا زبتت بيتها أنا بصير بدي زبت بيتي جيبت سالولار أنا بصير بدي سالولار بيجي لعندك بلواو لك شو حلو هالسالولار ببنوا نظهري وبحكي عليها هيدا هو الشي اللي نحنا عم نعيشوا بحياتنا في غيري في غيري فيسوع المسيح لما إجا طفال ونوهجون للفريسيين جانوا العالم يقولوا الفريسيين 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 قالوا الفريسيين حملوا إجا يسوع المسيح بوف طفاهم للفريسيين قيل لكم أما أنا فأقول أنا اللي بقول هالفريسيين هاو دي بطلوا يقولوا شي فإذا هالأشخاص ما قبلوا أنه يطلع شخصية مثل يسوع المسيح وهالشخصية مثل يسوع المسيح يقول الشغلات الشغلات مثل ما هي واليوم بحياتنا لما بيطلع واحد وبيقول الشغلة متل ما هي وما بيخاف انه يقولها بيشوفه بتكتر لقلق عليه بتكتر لقلق عليه وبيكتر كتر الحكي علاه وبيلبسوه مية قصة وبيلبسوه مية شغلة ومية فرمان بيركب داير من داره وهذا الانسان بس حتى يحطموه حتى يهبطوه حتى يقولولو بيحطو بوسيل الاعلام ضده وشغلات كتير يضدوه وهن من ما يلي تاني بيجول عنده وقال لا نحن نحن منستنكر هاي دي الاستنكار انا ما بفهمه ما بفهم انا لش بدك تستنكر ياخي وقلوك انت عم تستنكر وعم تكذب ما لانك انت عم تحكي علاه لازن مش بدك تستنكر ما في غيري موجودة فيك وبينك وبين حيلك عم تقول خاي بينك وبين حيلك عم تقول بيستاهل اكتر بينك وبين حيلك عم بتقول لاش هو يوصل مش انا اللي وصلت فائزا يما في اشخاص حتى بيتمنوا الموت للانسان الاخر حتى ياخدوا محله فازن هودي هنش شغلات يلي كانوا موجودين عند الفريسيين الفريسيين تمنوا الموت لياسوع المسيح رحوا لعند بيلاطوس وجابوا اشخاص كذابة الاشخاص الكذابة كانوا عم يحكوا ضدوا لياسوع المسيح شهادة زور شهادة زور شهدوا شهادة زور ضد يسوع المسيح ضد يسوع المسيح اه فازن هوني الشغلات وبرجع بقول ان هودي الشغلات مش بس كانوا بالماضي هودي الشغلات نحنا عم نعيشهم كل يوم عم نعيشهم كل لحظة عم نحس فيهم بكل لحظة نحنا موجودين فيها بحياتنا الغاية الاساسية انه الناس تبطل تحبه لهالانسان الفلاني اي انسان محبوب بيني وبين حالي انا ليش هو مش انا يا خيامي اذا بيجوا لعندي بيقولولي يا ابونا والله فيه ابونا بزين بابواي هيدا الابونا مش هيدا عم بيجمع حد منه الاخواني بزعل عم بحكي بالمطلق يعني بزعل وبياخد عخاطر خيامي هيدا الزلمي بزين بابواي شو اخد من طريقك شو اخد من طريقك اذا جمع المؤمنين وصل اذا ايجوا عنده قالوله انه فيه واحد بيوعظ احسن منك بياخد على خاطره اذا ايجوا عندك وقالولك واحد بيقبض اكتر منك بمعاشه بياخد على خاطرك بياخد على خاطرك لاش هو اللي بديه يقبض وهيدا شي في سلسلة الرتب والرواتب بنشوفه انه لاش ثبتوا فلان ما ثبتوني لقلي فازا بننزل بمظاهرة بننزل بمظاهرة فهيدي الشغلة موجودة عند الانسان الغيرة من الانسان الآخر هالغيرة بتخلينا نحنا انه نوقف قدام الانسان حبيبي وعيني وبيبرون ظهروا انه نحكي عليه بتلكن انه مثلا بالاحتفالات بالاحتفالات يلي بتكون مثلا احتفال موجود بالكازينو احتفال ما معرف من موجود هاو دي هال هالتيبيك هالاشخاص هاو دي يلي هنه انه يعطيكن ألف عافي بيجوا بيحكوا بيسلمو ومارسي بمسرحياتي بيجوا لعندي أبونا سلم تمك شوها المسرحية الحلوة شغلة كتير حلوة انت عامل خضة بالبلد وووو عم تحكي عن يوسف باك كرم خضة بوبرون ظهري بيسمع فلان حكيهاك فلان حكيهاك فلان حكيهاك هيا الحياة هايد الحياة اكيد ما بيزعلنا انه بالنهاية انا اللي بهمني الناس اللي بهمني انه البسمة حطا بوجتكون انتو هالناس هاو دي يللي يللي همني اللي وصلوني للمركز يلي انا موجود فيه ولومرة انا بعرف اقعد مع هال هالصفات من الناس هودية اللي هني بيحكوا وبحفوا وما بحس حالي وأكيد كل واحد منكم ما بحس حاله مع هالأشخاص هوا مش هان هيك نحنا بعدنا عالأرض يحكم ومبسوطين بالوضع يلي نحنا موجودين فيه فإذا الإنسان يلي بيكون هيك بوجين وبالسنين صعب إنك توسق فيه ما بتقدر إنك توسق فيه لأنه خبريتك بدأ تنقلب هيدا الإنسان كيف بدأ توسق فيه إذا كنت قاعد إنت وياه واحد ثالث فل الثالث بلش يحكي علي يعني كون على ساقة لما إنت بدك تفل بديو يحكي عليك ما فيه مش بييده هذا الشي مش بييده الدغري بديو يحكي على الإنسان الآخر فإذا هذا الإنسان ما بتوسق فيه لأنه قلت لأنه في عنده حسد لأنه في عنده أنانية بده كل شيء لإله ما بيعجبه العجب على طول هو الأفضل وعلى طول هو يناكر للجميل وللمعروف فإذا الشخص اللي بيكون هاك هو يناكر للجميل يعني قديش أنت بتعطيه وهيدي الشغلة بتبين أنه مرات كثيرة شخص بتعطيه 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 غلط 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 يا بي شو بيصير يا بي شو بيصير هايدي انا بشوفها اوقات بالموظفين بالموظفين عندي مش عم بيبعد لكيف قعد بربر وزبط قعدته انو في شغلات كتير يا مسلا بيعملها بيعملها المسئول لا هالموظف هاي ده انك ترايحوا للموظف مثلا يا عمي أنا قليل أن أضعك ضمان أنت ما كنت ضمان، أنا بدي أضعك ضمان بدي أعطيك مثلاً السورانس بتساعته بتحاول أنك تفكر فيه لإلهام غلاط غلطة غلاط غلطة، وشوف شو بيصير به غرب لوك من فوق لتحت هيدا على صعيد مؤسسة وعلى صعيد بلد الشي زيتو على صعيد بلد الشي زيتو على صعيد بيت الشي زيتو فإذا هذه الشغلة موجودة بطبيعة الإنسان، مش بييده الإنسان. فإذا مرات كثير يا الإنسان هذا، بيكون ناكر للجبيل. والإنسان يعني ما بيكون ناكر للجبيل أنا بقول إنه هيدا الإنسان بلش يمشي على لدرب الأداسة. لما الإنسان بيشكر، يعني يا ما في أشخاص أنا عامل معهم خير، أنا بالمطلق مش أنا أنا يعني. ياما في اشخاص بتكون عامل معهم خير افضل هيك اول ما تفهم مدري كيف انه انا عامل خير مع العالم كله ياما في اشخاص بتكون عامل مع خير بتجي لعندك بتكون مثلك مثله هالاشخاص هاضي بيجوا على بيأكلوا من معجنك بتتعرف علي هون بيجوا على مكتبك بتقعد انت وياه هون بتساعدهم لما بيبطلوا يطلوا على وسيل الاعلام مثلا بتجي انت بتلاقلهم طريقة وبتطلعهم على وسيل الاعلام بتكون حدون بتساعدهم بتدعمهم بوقت من الاوقات بتتطلعوا بتبرم انه ضابط معهم الشنس والاشخاص هاضي وصلوا لمركز بتشوف انه هالاشخاص هاضي نسيوك صورت نكرة صورت نكرة بالنسبة لأيلون او صورت انسان لما بيشوفوك بيمثلوا عليك بيمثلوا عليك انه ايه اوه اشتقتلك اشتقتلك حبيبي هايدي اشتقتلك حبيبي عيني قداش منسمعها حياتي اشتقتلكم كتير انا ايه 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 مش ما تتسوق هاو دي كلهم طفنس هاو دي كلهم كذب هاو دي كلهم كلمات مركبة ما انك كلمات صحيحة ما انك مضطر انك تنفح بها بيها الطريقة هايدي الكذابة وتبين للناس انه انت هالقدي بتحبهم ومن ناحية تاني انت عم بتنجر لإلهم شغلات ما انك مضطر انت انك تكذبها وتعيش حياتك كلها سوا مبنية على الكذبة وللأسف هاو دي هن الاشخاص يلي بيوصلوا هاو هن الاشخاص يلي سميتهم انا جماعة التفرشي وجماعة الحلمسي وجماعة الاشخاص يلي بيقبلوا انه ان يكونوا ممسحة تدعس عليهم بس المهم هن لما بيقوموا بيونفضوا حالهم لانه خلص شتت عليهم الدني بس المهم انه هن يوصلوا هاو دي هن الجماعة ناكرين الجميل هاو دي هن الجماعة يلي قد ما بيكبروا انت بتبقى انت وهن بيبقوا هن انت بتبقى الانسان يلي لك فضل فضل علي هون وهن بيبقوا هن يمكن بفترة من الفترات بيوصلوا وبفترة من الفترات بياخدوا محلات بس بالنهاية المحل بيروح وانت بتبقى واسمك بيبقى ومجهودك بيبقى ومين انت بتبقى وهو مين هو بيبقى بشان هيك ناكر الجميل هو اكتر واحد لقلقه وكتر حكي ناكر الجميل هو اكتر واحد اسمه بيدل علي ناكر جميل الإلغ جميل يعني إيدك بتكون بيتمه تجي بتطلع إنه برمته عد إيدك عد الإيد يعني الإنسان يلي لازم يوصل ما بيوصله ليش لأنه تجي بتطلع إنه هيدا الإنسان يا عمي هيدا يلي كنت أنا وياه يلي كنت أتغدى أنا وياه يلي كنت أحزمه لعندي على البيت قاعد على ميته هيدا هو الإنسان يلي عم بحطه للعصيب الدولي من إنه أنا أوصد للأسف للأسف ريحنا يا بربر زقف عالطالع والنازل بخجل إنه زقف لله زقف لله والسليوم دي عرضوا حال تيشوا بدت بحل فلال بحل فلال بزقف عالطالع والنازل بخجل إنه زقف لك زقف لك والسليوم دي عرضوا حال بيشوا بدت بحل فلال بحل فلال بكذب لما بحل فلال لك حبك عطفك سانح لي بنفش ريشك متل تديك بكذب لما بحل فلال بحل فلال بحل فلال سانح لي بنفش ريشك متل تديك مش عارف ليش معاديك شريعة عموا بكذب لك بذكر بالSMS على الوحدة وسبعين سبعين أربعة وسبعين تنينة وثمانين إذن واحدة وسبعين سبعين أربعة وسبعين تنينة وثمانين الأشخاص يلي بدون يبعثوا SMS بالوش جنرية والأشخاص يلي بدون يتصلوا فينا أكيد بنفتح مجال بعد شوي لأنه بعد فيه نقطة واحدة بدي بدي أحكي عنا بعرف أنا أنه بينكنوا بين حالكن تقولوا أنه الأبونا الشي اللي عم بقولوا صح على هذا الشي بيبين من الاتصالات التي أنتوا بتكونوا تقولوها وصدقوني بالوش جنرية يعني برجع بقلكم أنه أنا على طول بوقف قدام المرية مش عم قلكم هؤدي الشغلات إنه هؤدي الشغلات موجودين فيكم مش موجودين فيي أنا أول واحد أنا أول واحد مش عم بري حالي يقولكن أنا الاسسة كلها وبحكي من من منطلق أنا أنا الاستيازو وأنتو المعلمين أبدا أبدا أنا عم كون شفاف مع كون أنتو بتعرفوا هالشي هذا عدو الكار عدو الكار بيكونوا أصحاب مع بعضهم البعض بس لأنه الشغلية اللي بيعملها بيعملها التاني بتشوفوا أنه دغري بيحكي عليه مستحلي أنا إنه ناس عنده النفس الوظيفة يحكوا عن بعضهم شي حلو مستحلي ولا محامة قليل أول ما بدي ما بدي إجمل إنه قليل جداً محامة يلي بيحكي عن محامة زميلة إله إنه هو شاطر زم قليل الحكيم يلي بيحكي عن حكيم قليل مش عم بنفي بيضل فيه أشخاص السنجري على طول لما بجيب سنجري من أول حا حا يلي عمل لك هذا الشغل مراتك يلي بيكون هو عامله للشغل مش منتبه فإذن عدو الكار عدو الممثل إيا ممثلي بيعجبوا ممثل تاني أنا هلأ مثلاً بالمسرحي إيامك يا بطل عم بعمل سيلكسيون للممثلين عم بختار الممثلين يكونوا معي بيحكي مع ممثل من الممثلين لايك شو رأيك بفلان ييي لا قوعة أبونا قوعة شو بدك فيه طب فلاني فلاني تقيلي سقيلي ييي أبوه شو بدك في الشغل خيراً ما لاقيلي حدا لاقيلي حدا تعرف ما مش جايي على راسي هلأ هلأ مش جايي على راسي حدا لكن ببقى بخبرك ببقى بخبرك وبتروح بس المهم اللي سميتون أنا ما ياخدو غريب طب ليش يا خيمة أنا نقيتك أنه أنت بدك تشتغل أنا نقيتك أنت بدك تشتغل ورح تقبض معيشك بإخر شي شو بدك بالآخرين أوكي عم تنصحني مختل نصحتني بواحد نصحتني بثنين نصحتني بالنائبي كله طب كل النائبي ما في حدا نعجبك وهو دي هاي هوا من الشغلات اللي عميشون هلأ بكل يوم يعني إنه بيعملكم شغلة صغيرة شغلة صغيرة شو رأيكم بفلان يي لا 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 يعبون شو بدك فيه شو بدك فيه طيب وغيره 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 بس بيطبعه الإنسان بيحب إنه كل شي يكون لقله شخصين لما بيتركوا بعضا شخصين لما بيتركوا بعضا تعالوا سمعوا خبرية من هون سمعوا خبرية من هون مية بالمية بعكس بعضا مية بالمية بعكس بعضا كان يعمل هيك وكان يعمل طب يعمل وين كنت قبل ما تتجوز كان يتعمل هيك وكان يتخذ وين كنت قبل ما تتجوز كل المنيح بيصفي عاطل بيصفي عاطل ليش؟ أنه كل واحد بدي يبرر حاله نحن بنوقف قدام تبرير حالنا قدام الآخرين قدام الآخرين وأكتر شيء الآخرين بيحبوا يفوتوا بحياة الإنسان بيحبوا بيحبوا شغلتهم أنه حكيته وبرجع بحكية هن أكتر مجلات من بعين هن المجلات اللي فيهن لا لا هن المجلات اللي فيهن حكي مين مننا بيفتح بيفتح كتاب مثلا مر أغسطينوس مين ارتداد مين بيقراء ما حدا بيقراء بس مين طلق ومين جوز وهيدا شو عمل وهيدا شو كليتنا نفتح المجلات منروح عند الكوفير شو بيحط لنا الكوفير مر أغسطينوس الإنجيل شو بيحط لنا شو بيحط لنا بيحط لنا المجلات اللي فيها لقلقة وين أكتر شي الواحد بيسمع لقلقة عند الحلاء بالزمنات كنا نقول نسوين الفرن يا محلا نسوين الفرن عند الحلاء اليوم عند الحلاء الستاتي ومن غرشار كمان عند الحلاء الرجالي في مجلات هالمجلات شو هي دكتوراه لا مش دكتوراه مش وقت الدكتوراه منقعد فلاني شو عمليت وفلان شو عمليت ملأ اللي أعليهون منعروفن ما منعروفن مرحبة المهم نحنا بدنا نحكي بدنا نخلق موضوع منبلش بالجيران من غربي للجيران تنوصل للسياسيين ومنخلص من السياسيين منبلش بالفنانين ومنخلص الفنانين هيك هي حياتنا هل أدي فيه فوفاش بحياتنا للأسف للأسف هل أدي فيه فوفاش بحياتنا تعود أن أعمل استاتيستيك أنا وياكم شو هو البرنامج اللي بيدرب أكتر شي برنامج اللقلق برنامج الحكي الحكي على الآخر بهمني أنا أعرف فلين شو بيعمل بهمني أنا أعرف هالمشهور كيف بينام شو بيربس ببيجاما هلقدي في سخافة هلقدي في سخافة منه مرة كنت بمحل قلت لهم في مجال فتعة طبالات قالوا لي أبونا بفتعة طبالات بيغسل إيدي هلقدي في حشرية عند الإنسان عم يضحك بربر هلقدي في حشرية عند الإنسان طب هاودي شو هاودي شو أنا شو خصني بالإنسان الآخر طلق ما طلق تجوز ما تجوز اتنين عيشين مع بعض شو دخلني فيهم ما هاودي علاقتهم هني وربهم أنا شو دخلني بالإنسان الآخر يا رب بنفسي أنا بدي يكون يا رب بنفسي إيجابا مش بيأنانية أنا بهمني إنه كون أنا مرتاح وعائلتي مرتاحة وشو بدي بالإنسان الآخر ليل جدا هني الأشخاص يلي بيحكوا هايك وليل جدا هني الأشخاص يلي يلي بيفكروا بهالطريقة مين نحنا الإنسان الناجح الإنسان الناجح مرفوض بضايعته مية بالمية مية بالمية تسعين بالمية مفديش يكون صارب هالقدة بس من هو الإنسان الناجح يلي يلي بيقدروا بضايعته ليل جدا يلي يقدروا بيعملولوا مية فرمان بيكون ناجح بالعالم كله سوا بس بيحكوا عليه بضايعته وقدامه حبيبي عيوني أنت القصة كلها أنت اللي ما في مثلك أنت الكذا أنت الكذا أنت اللي بتفهم أنت اللي بتجنن وبيبرم دهرو بييحكوا عليه ما بيقدروا ما بيقدروا للإنسان للإنسان إديش بيكون عاطلة ضاعته إديش بيكون عاطلة المنطقة طب عوله بيشوف إنه من ناحية تانية عم يحكوا عليا الشاب الحلو إدايش بيحكوا عليا الشاب الزكي إدايش بيحكوا عليا الغاني إدايش بيحكوا عليا تصوروا لكم شي واحد غاني وخطيار جاي بده يتجوى الصبي وخدي بكرة بتقبري بكرة بتأهلا أهلا بالصهر يهالة بالصهر وبيفتحوا للباب للصهر المهم إنه يعلق خديك يا أمي والخدي يا حبيبتي إدايش بيديوا يعيش بكرة بتقبريب طورتي هالمصاري هاودي كلهم شو عم تدحكوا بس إيه هادا الواقع هادا الواقع أهلا بالصهر أهلا بالصهر خدي منه الليمونات خدي منه الليمونات أهو أهو حلوين هاودي الجايب هنا أهو حلو في الصهر طلبي منه أكتر طلبي منه أكتر معه وخلي شو عم بدكم بالقصبة هاودي الكلمات يا لي منقولهم هاودي الكلمات يا لي منقولهم شو عم بدك يكون بالقصبة؟ لا هالقدي نحن صرنا للاسف ميديين هالقدي نحن ميديين لا أكتر أحسن شي أنا بشوف أنه مثلا بتطلع شي فناني من هالفنانات الحلوين مثلا هايفا ماعلاش بدك يسمي يه لك شو بشعة لك شو بشعة يا أختي يا عمي ماعلاش ملكة جمال لبنان يه لك شو بشعة لك شو بشعة ومين بيكون عم يحكي مين بيكون عم يحكي كاختب شو بدك فيها بشعة مش بشعة عاملي عمليات مش عاملي شو دخلني انسان ما بعرفه بسمع خبرية عنه هالخبرية هايدي بنشرة هالخبرية هايدي بنشرة بهمني انا انه انشرة سمعنا هالشغلة هايدي سمعتها تسكت مش سمعتها تتخبر هيدا اللي بيسموه بولدوناج بيبلي شي يكبر 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 الخبرية بتكبر بتكبر بتكون ما شي بيكون خبرية جحة قلن يا جماعة ما بقش في طحين وبنشرة عالعالم تلمط طحينات بعد نصدق كذبتو انه بلك ما فيش طحين خليني اركض انا وجيبلي شي كيسان طحين هيدا اللي عم بصير واليوم نغرشار بوسائل الاعلام يلي بدنا ياهن احنا قدرين انه نعمله قدرين انه نفبرك الخبر اللي بدنا ياه قدرين انه نوصل الخبرية اللي بدنا ياها ونوصلها للعالم كله سوا واحد من غير شر انسان بلأ اخلق منزل على الفيسبوك تبعه انه يسوع المسيح ابن الكلب انسان سخيف انسان سخيف ما بيستحق انه نرد علي بس احدا الوسائل الاعلامية طالبت مني انا انه احكي بها الموضوع هذا وكان الرد الرد تبعولي انه سخيفته ووصلته انه يحكي عن يسوع المسيح انه انسان متل هيدا شو ممكن انا شو ممكن انا انه رد عليه بس بدي اوصل لمرحلة حتى قلكن انا انه وسائل الاعلام اليوم يلي كل شغلة كل شغلة هي بس انه تشتغل على الهدم تشتغل على الهدم وموضوع بالوجه المرايه بيتطبق مية بالمية على وسائل الاعلام يلي هي ظاهريا متل المرايه بس داخليا مليانة عفوني داخليا مليانة وساخة هالوساخة هايدي عم تنكب على المجتمع عم تنكب على المجتمع يلي نحنا عم نعيشه اشتركوا في القناة